من القامش لعبر الهاتف العميد حسام العواك عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية عميد حسام مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا كيف تصفون حجم هذه المعركة من ناحية الاستعدادات ومرحل التنفيذ عسكريا ولوجستيا وحتى في عدة وعدد المقاتلين مقارنة بإرهابي داعش أولا تحية لكي والمشاهدين على القيادة العامة اليوم قوات سوريا الديمقراطية بدأنا جديدة بعنوان عاصرة الجديدة التنسيق مع قوات التحالف طبعا هناك غرفة عمليات هناك تنسيق مشترك هناك دخول أسلحة إلى قواتنا بشكل جيد من قبل قوات التحالف وهذا التنسيق يؤدي إلى أن تقدمنا الآن اليوم تقدمنا على طريق الخرافي طريق دير الزور الحسكة وطريق أبو خشب شماري دير الزور وهذا التقدم مستمر قوات داعش تنهار كذلك الطيران الحربي للتحالف يقوم بقصف الدشم وكذلك مناطق السيطرة وقيادات داعش ونحن نتأمل أن ليس فقط شرق الفرات ولا إنما أيضا غرب الفرات وبيئة تحريب دير الزور بشكل كامل نعم عميد حسام ذكرت حضرتك أن قوات داعش تنهار هناك الآن بحسب تقديراتكم التقريبية كم عدد مسلحي داعش المتواجدين داخل دير الزور وهل يمكن القول الخناق ضيق عليهم من ناحية الإمدادات التي تصلهم سواء كانت عسكرية أو بشرية يعني تم تقدير عدد القوات ب7000 إلى 9000 إرهابي موجودين داخل المدينة وكذلك يتوزعون في فوق الأرض وتحت الأرض يوجد أنفاق يوجد عدد يعني نحن حاربنا في الرقة وستكون معركة الرقة هي عبارة عن خبرة لنا وصلوا قابل الفجار الزور بنفس الطريقة ويمكن أن تكون هناك تكتيكات جديدة وخاصة فيما يتعلق بعمليات الإنزال التي أصبحت قواتنا متمكنة بهذا الموضوع وسنحقق انتصار كامل إن شاء الله في الأيام القادمة عميد حسام هل من المتوقع عقد تحالفات مع فصائل أخرى غير مجلس دير الزور العسكري لتسريع دحر داعش داخل المدينة قوات سوريا الديمقراطية تضم كافة المكونات من العرب والكرد والسريان والتركمان ونحن ليس بحاجة أن نقوم بأي تحالفات القوات قوية نملك من السلاح ما يكفي نتصبع للمجموعات الإرهابية أما فيما يتعلق بالنسبة لقوات النظام قوات نظام 7 سنوات ولم تستطع أن تتقدم فتحوا الكريدور منذ 3 أو 4 أيام إلى اللواء 137 كما قامت داعش بإحباط التقدمهم وقامت بقتل 310 من النظام وعدد كبير من الضباط طيب هاي لمن نعم تفضل أكمل فنحن القوات المهتمدة نحن قوات تضم كافة مكونات الشعب السوري لدينا أخلاقيات معينة لدينا حاضنة شعبية نتقدم بكافة المناطق في ظل قوة هذه القوات التي ذكرتها حضرتك هل من سقف زمني متوقع للمعركة؟ والله يعني إحنا الآن مدينة الرقة تعتبر محررة استراتيجيا ولكن نصبر فيما يتعلق بإجلاء المدنيين فتح الممرات الآمنة نحن دائما نعاني من موضوع المدنيين حفاظ الأرواح المدنيين هو أفضل بالنسبة لنا من التقدم بسرعة وخسارة الأرواح شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة حدثنا عبر الهاتف من القامش لألعميد حسام العواك عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر